أعلنت بلدية دير البلح في قطاع غزة عن ارتفاع عدد النازحين في المدينة إلى حوالي مليون شخص في ظل عجزها عن توفير الخدمات المطلوبة لهم وانقطاع المياه وقالت البلدية في بيان إن القرار الإسرائيلي الأخير بإخلاء عدد من الأحياء في مدينة دير البلح وكذلك طلبه إخلاء بعض المناطق في وسط وجنوب القطاع ترتب عليه العديد من الأزمات الإنسانية أبرزها تقليص المنطقة الإنسانية في الجنوب من 30 كيلو متر إلى 20 كيلو متر الأمر الذي أدى إلى ازدحام رهيب وتكدس مخيف للأهالي في شريط ضيق في ظل الحر الشديد وما ينتج عن هذا الازدحام من أمراض وأوبئة وأكدت البلدية عجزها عن توفير الخدمة المطلوبة للنازحين بسبب خروج عدد من آباري وخزانات المياه عن الخدمة لوجودها في المنطقة التي طلبت إسرائيل إخلاءها فضلا عن تكدس النفايات في الشوارع والطرقات وفي مراكز الإيواء الأمر الذي سيترتب عليه انتشار للأوبئة والأمراض خاصة مع اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال وطلبت البلدية إسرائيل والمؤسسات الدولية والمنظمات الأهلية بتمكين تواقمها من الوصول بحرية لمرافقها من أجل أن تقوم بتقديم الخدمة المطلوبة للأهالي ترجمة نانسي قنقر